ورجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم حلقتنا ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقارتنا المنورة بينضمننا فيه منورتنا اللي نتكلم فيها عن الإنجاز اللي حقا هو منتخب المغرب في كاس العالم واحد من نجوم النازي الأهلي عاش حياته داخل جدران القلع الحمراء لعب للنازي الأهلي شباب وممتاز اتجه للتدريب ومن التدريب للتحليل تاريخ كبير جدا سواء كان لعب أو مدرب تعالوا نطلع نشوف مين معنا ونرجع تاني نراحب طبعا بالكابتن عادل تعيمة نجمع النادي الأهلي السادق منورنا يا كابتن انت غير نورينه الله يحضرونك البرنامج للجميع الله يحضرونك الله يحضرونك في البداية عايزار حداك تديني عنوان مناسب للإنجاز اللي حقا هو المغرب في المهندية لحد دلوقتي في جملتين انتصار للعرب صار العرب أفريقيا كمان يعني أفريقيا احنا كلنا كعرب خلينا في العرب خلينا في العرب فرحة العرب فعلا العرب أكتر والدليل على كده أشوف الجماهير المتربطة الناس بتيجي من الجزائر عشان تشجع المغرب من كل حتة رايحين علشان الشعوب العربية كلها تلمت وراء فريق فريق بيحقق لهم الحاجة اللي هم كانوا بتتمنوها واللي دايما الغرب كان يعني يتكلم عنينا ان احنا منقدرش النظم ما عندناش وطبعا احنا الحضارة واحنا للمستقبل بإذن الله تعالى إن شاء الله كابتن إيه كلمة السر للإنجاز اللي حاوى منتخب المغرب حضرك شايف الإنجاز ده السبب فيه هل هم اللعيبة هل هو المنظومة الرياضية إيه كلمة السر للإنجاز ده هو باختصار إدارة محترفة بتحب بلدها ملهاش مصالح غير إنه مستقبل لعيبة وكورة مغربية بيعملوا بنية تحتية كانوا هينظموا كاس عالم 2010 ودخلوا مع جنوب أفريقيا كان الفرق أربع أصوات كانوا جنوب أفريقيا زوني عشرة أربعتاشر وهم كانوا عشرة وإحنا مخدناش حاجة مخدناش صوت حد فهم بيشتغلوا من زمان في بنية تحتية وبعدين بيصدروا لعيبة لكل أوروبا هتلاقي كل اللعيبة اللي موجودة كلهم بلعبوا في أوروبا باللاحتياطي باللاعدين في المدرة وشوفنا قد إيه الراجل رئيس الاتحاد عمل إيه مع الناد الأهلي عشان ياخد البطولة بتاعة أمام أفريقيا إحنا مصريين الجواب راح استخبى وخلوا البطولة تتعمل في ملعب المنافس ودي ضد كل اللوايح اللي موجودة في العالم كله فشوف الراجل عمل إيه وبعدين في نفس الوقت بيدافع عن فرقيته وعن بلده على طول الفدرالية واخدينها كذا مرة وطولة أفريقيا فطبعا الحرص الشديد جدا على أنه ينجحوا المنظومة الكروية الحاجة التانية بيختار مدرب في توقيت صعب جدا صعب ثلاث شهور بيجي مدرب وطني محبوب جدا من اللعيبة في قريب من سنهم سنه صغير كنت لسه أقول لك سنه صغير أمي ليه؟ أمي ليه؟ شوف عدلك بيعني يعني حتى بيحتفلوا بضربوا على دماغه وبعدين لما أنت بص تلاقي مثلا في الأوقات المهمة كلهم بيستمعوا ليه استماع غير طبيعي مفيش واحد مثلا بيشرب واحد بيعمل لا كله مركز جدا مع الكلام بتاعه الحاجة التانية التواضع الغير طبيعي من الكل اللعيبة فيه لاعب كنت دايما أنا مشفق عليه وأزعلن منه زواشي أممم ليه؟ ما كانش بيقدي ويلعب من منتراطيف مرخير وحاجات كده يعني أنا آسف في اللفظ يعني يلعب دايما كده فيه تعاليم أنا بشوفه في البطولة دي بيرجع بيرعب بك ريت وصنع لعب ومهاجم على أعلى مستوى وبيعمل المرتدة وبيقاتل في كل الماتشات النقلة دي صعبة جدا إن واحد مستهتر جدا ما بيقديش وهو الأخره إنك تغير شخصيت تغير شخصيت في ثلاث شهور تخليه بيدافع بالطريقة دي وبيهاجم بالطريقة دي وبيلعب بيعمل صنع لعب بالطريقة دي الحاجة التانية الترابط اللي موجود بين الفرقة قوي جدا وبينسوش أبدا فضل ربنا عليهم بعد المباراة كلهم بيسجدوا آه مشهد رائع مشهد رائع مشهد رائع وأمياتهم يا أميرة وأهلهم اللي موجودين كلهم في الإستاذ بس مشهد السجود ده فعلا بعد كل ماتش بعد كل ماتش تعرف حدك لما تنزل إنت الملعب ومع الثمانين ألف اللي عملين يزيطوا وعملين يشجعوا الواحد ممكن ينسى صحيح ممكن يتغرر ممكن يتغرر لا مش النسين دي وبعد ما بيعملوا دي بيعملوا إيه يطلع يجيب أبوه وباللبس جلبية لا يستعرر من أموه ولا يستعرر من أهله ولا من أمه وفي كل ماتش بيعمل نفس العملية ومالتخياري بقى دعوة أمه مثلا تخلي كورة قبل الدقيقة الأخيرة الرجل يحتبط مغط وطلع عبر العرضة الرجل بتاع البرتغال مبارح فدي كلها ارتبطات الناس بتستهون بالتفاصيل الصغيرة دي لكنها مش صغيرة لا لا مش صغيرة مش صغيرة الترابط ده أولا المغرب الفريق الوحيد اللي لم تغلبش هو الكرواتي الفريق الوحيد اللي داخل فيه جول واحد والجول اللي جيه مجاش من منافس ده جيه من واحد من اللعيبة كورة خبرت في ليه ودخلت طبعا ما يعني حيغصب عنه يعني مين تيم في العالم ما بجأ مجاش فيه جيه البرازيل والأرجنتين وكله تغلب مش يعني فرنسا تغلبت من تولس السعودية تغلبت من أرجنتين يعني غلبت الأرجنتين المليء سعودية غلبت الأرجنتين في البداية تونس كسبت فرنسا بطل عالم لكن التواصل اللي موجود مع المغرب لأن كل العناصر مع ملاء حساب بالتفاصيل الدقيقة جدا وأعتقد أنه ده إنجاز للعرب وانتصار ليهم أن احنا بننظم وبنكتفيش بكده نحن عندنا فريق عربي بيوصل لدور للبعا بالضبط كابتن عادل وأنا بتفرج على المطش كده يعني وأنا يعني لحد ما محدودة شوية في معلوماتي عن الكورة يعني لفت نظري تحكم المغرب في تفاصيل كتير قوي يعني يمكن بقالي كتير قوي ما شفتش فرقة بتقدر تغير اللعب من اليمين للشمال في جراءة قفلوا المطش زي ما بنقول إيه اللي بيميز المغرب من مطش مبارح بس أنا عايزك تكلمني عن مطش مبارح أنا شفت قوة وجراءة أنا كنت حاسة أنهم مدواخين البرتغال يعني بجأت بكانهم عصة بينهم شوف ده إزاي أولا نتكلم عن فريق برتغال في دقيقة كلهم منتخب عالم كلهم اللي بلعب في المان سيتي بالضبط فالوقوف قدامهم أصلا لوحده صعب جدا صعب جدا أولا الولاد عندهم الثقة في الله ثم ثقة في نفسهم الثقة في الله بتخلي البناء آدم يبقى عنده ثقة في نفسه فيبقى عارف إنما الناس دول مش أكفأ مني فأنا هقدم قدامهم زي ما أنا عايز زي ما هم عايزين الجانب الفني دي دي طبعا الجانب النفس الأول الجانب الفني التعليمات المدرب بينفذوها على أعلى مستوى هم طبعا بيقفلوا مساحات بيقفلوا كل الصغرات من الأطراف بيقفلوا في العمق بيقفلوا عندهم هاف ديفندر رائع ما رأي اسمهم برابط ده أعتقد الليفربول عايزين يشتروا بأي تمن بيلعب في نص الملعب مقاتل على أعلى مستوى إلى جانب طبعا زياشي وأشرف حكيمي أشرف حكيم بيلعب في باريسيا سان جرمان فبينفذوا الجانب الدفاعي على أعلى مستوى وراهم حارس مرمى الأفضل في العالم الأفضل في العالم وده كان بيبقى احتياطي ما بيلعبش ومرة واحدة شفنا الرجل ده بيعمل ايه؟ في كل الماتشات بيغتاز وضربات الجزاء وفي كل حاجة بيؤديه على أعلى مستوى إلى جانب الجانب الهجومي لا يغفلوه إحنا شفنا مبارح تيم المغرب مبارح يكسب أربعة حقيقي إحنا هما ضياوا جوان كتير ده في آخر دقيقة في دقيقة 98 انفراد كامل والراجل حب يعني يخدها من فوق الجول وطبعا ده غلط ومرفوض أنه من البداية يحطها علشان ده كان ينهي أي مجال أنه هما يعني يفكروا فيه يتعادلوا أوه فالجانب الدفاعي مرتزمين جدا الجانب الهجومي بيأدوه على أعلى مستوى فيه روح قتالية عالية جدا اللي بيغلط منهم أي حد بيغلط تبص تلاقي زميله على طول بيعمل عملية التخطيئ عليه بحيث أن العيب ده ما يبانش وده نتيجة الحب وطرابط اللي بينه تبص تلاقي كمان المدرب في عمليات التغيير والتبديل بيعملها بطريقة ما فيهاش غرض خير أنه مصلحة الفرقة أحيانا المدرب ممكن يكون بيغلط في تغيير زي ما غلط مبارح غلط مبارح في رأس الحرب اللي هو نزنه ده راجل أناني أكتر من كرة ممكن يلعبها الزياشي تبقى جول هو اللي بلعبها فدي غلطته تخيالي حضراتك بقى أنه بعد ما يضطرد الفريقي بقى أحسن لأنه اضطرد هو طبعا يعني ما اكتفاش أنه ضيع جولين وضيع جول انفراد يعني جولين هو أعمالها الزياشي كده هتبقى جول فجولين وعمل وعمل انفراد ما جابوش وكمان اضطرد وكمان اضطرد فلما اضطرد كان فاضل اضطرد ثلاثة الفريق تخيالي بقى أحسن صحيح لأنه لا بيؤدي الواجب الدفاع فالمدرب ممكن بيغلط بس الغلطة بتاعته ماش مقصودة لأنه برضو انا اعرف اللي في الدكة برضو فيه عنده فراودة أفضل من اللاعب ده لكن هي وجهة نظره لازم نحترم فتيم المغرب الحقيقة يمكن هي الكلمة اللي حضرتك قلتها انه لازم نحترمها ومش بس كمتفرجين هو ده اللي عمله تحديدا لعيبة المغرب انه هم احترموا وجهة النظر احترموا بعض لما حضرتك لسه بتقول لما فيه لعيب بيغلط اللي جنبه مش بيشوح له بيشيل وبيضحك ويروح يطبطب عليه ويضحك ويكمل هي الروح دي الروح دي احنا بس معينا سكايف من المغرب حليمة دهوي صحفية مغربية بإزاعة MFM علو علو سلام عليكم عليكم السلام صحفية بموقع أنفس بار منورانا يا حليمة منورانا وديما مغرب والف ألف مبروك ليكم كمغربة ومبروك لينا طبعا كعرب سمعينا حليمة معينا سمعينا جزيل لانه سمعك يعني جيد شفتي ازاي تأهل منتخب المغرب للربع الزهبي لأول مرة بطبيعة الحالة يعني هي فرحة وفخر لكل المغرب وكذلك كل العرب والأفريق على هذا الإنجاز التاريخي الذي يعد يعني إنجازا فريدا خاصا لكل المغرب والعرب وليس لنا فقط نحن كمغاربة يعني التأهل التاريخي الذي حققه أصود الأطلس أمس على منتخب البرتغال سيغير كثيرا العقلية العربية والإفريقية خصوصا عندما نواجه المنتخبات الكبرى الأوروبية يعني بعد هذا التأهل جاء هذا التأهل عن جدارة واستحقاق وليس وليد الصدفة يعني مبروك للشعب المغربي ككل مبروك لنا كعرب ومبروك لنا كأفارقة على هذا الإنجاز والوصول للمربع الزهبي للكأس العالمية عايزك يتكلمين بقى كده عن الأجواء عندك في المغرب حكي لي كده الأجواء عندك في المغرب من مبارح للنهاردة عاملة ازاي؟ طرح الأجواء رائعة جدا الشوارع مكتدة عن آخر يرى الكل حاضر بمدن المملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة كل شيء يعني الكل حاضر بقوة ويشجع المنصخب المغربي ويساند أصود الأطلس على هذا الحدث التاريخي والإنجاز الفريد والكل سعيد جدا بالأداء الذي يقدمه المنتخب المغربي في المصابقة العالمية خصوصا عندما يواجه الكبار والذي حد شيئا ما من العقدة التي كنا نفكل فيها نحن كعرب نحن كمغاربة وعفارقة عندما نشارك في المصابقة يعني لن نشارك فقط من أجل المشاركة لكن أكدنا أكد الأصود أكد المنتخب المغربي أننا نحن كعرب وكأفارقة كما قلت قادرين على مجابهة الكبار قادرين على الوصول المربع الدهبي ولما لا تتويش باللقب نحن كمغالبة أصبحنا يعني لن نتمنى فقط ولكن نؤمنوا بأننا قادرين على تحقيق اللقب لمغربي إن شاء الله حليمة شايفة إزاي مواجهة منتخب المغربي قدام فرنسا في النصف النهائي وتدعم المنتخب الزيت يعني المقابلة جد صعبة أمام منتخب فرنسا الذي يتوفر على لاعبين كبار كيليا باببي نجم فريق فريسان جرمان الفرنسي لكن نحن كمغالبة لدينا لاعبين في المستوى على غرار كما ظهر بالشاشة بادر بانون عميدة السابق لنادي الأهل المصري يعني المدافع السلطان لفريق الخطر القطري كذلك جواد الياميق مجموعة من الأسماء الكبيرة كذلك حارس عارينا ياسين بونو نجم فريق شبيليا الإسبانيين نحن كذلك نتوفر على لاعبين كبار يمارسون في أكبر الأندية الأوروبية وقادرين كما قلت على خلق المستحيل وتتويج لما باللقب خصوصا أننا نحن في المربع الذهبي يعني نحن من بين الكبار في العالم إلى جانب منتخبات تعتبر الأقوى في العالم كالأجنسيين فرنسا وكذلك كل المنتخبات التي شاركت في هذه المصابقة تعتبر قوية وكانت مرشحة بقوة اتضفر باللقب لكن المغرب كان له رأي آخر وأبناء وليد الرجراجي الذي نشكره من هذا المنبر على تقديمه الدعم وروح العائلة الذي شنع داخل معسكر المنتخب الوطني وهو الأمر الذي كنا نفتقده ليس فقط في المنتخب المغرب لكن في المنتخبات العربية والإفريقية فيها مصابقة مظبوط يا حليمة دهوي نورتنا وألف ألف مبروك كمان مرة لمنتخب المغربي شرفتنا في الحريفة نرجع لكابتن نعادل حضرك بتقول أنه دي بطولة المفاجآت بالنسبة لك إيه المفاجآت التانية اللي انت شفتها غير تأهل منتخب المغرب الاستعداد الجيد من كل الفرق العربية الحقيقة السعودية، تونس، المغرب، السنغال، كل الفرق حتى بما فيهم الأفريقية الحقيقة عملت استعداد جيد وعملت مرحلة من المباريات الودية القوية يعني تونس قبل ما تلعب في كلاس العالم عملت ماتشات قوية جداً مع البرازيل ومع فرقة كبيرة ودي الحاجة دايماً اللي إحنا ما نفتقدها إحنا لعب النيجر وليبيريا والحاجات دي فطبعاً هم بيلعبوا فرقة كبيرة بحيث أنه عندما يوصل كلاس العالم يبقى هو أولاً بتدي ثقة، بتدي لقاءة بدانية عالية وفي نفس الوقت بتديني إحساس إن أنا الناس دول مش أفضل مني أنا لو بتدرب زيهم وعندي احتراف وعندي كل الإمكانيات أنا ببقى أفضل منهم في حاجات تانية والحاجات الاجتماعية اللي هي مش موجودة عندهم الترابط اللي قوي جداً ده بيبقى بينعكس على الملعب فالترابط بتاع لعبتنا كأمة عربية وكأمة إسلامية بيبقى الترابط ده الأسرة بتبقى مهمة جداً بما فيهم الأسرة الكروية أو الفريق يعني اللي أنا كنت برضو بحب إن أنا أوصله للناس الرينارد ده اللي كان مفروض إنه ماسك منتخب السعودية أنا براشرح من 2009 إنه يمسك منتخب مصر وكان ورطب عشر طلاب ده بقى إنه هده كل الفرق اللي هو مسكها ياما خلت بطولة أفريقيا ياما راح كاسعالة تيم المغرب الموجود دلوقتي الراجل ده كان وصله بكاس العالم من أربع سنين وهو اللي عمل البزرة دي يعني بعبد الفضل ربنا الراجل ده كل الفريق ده كان بيلعب تحت قيادته في 2018 فبرضو الراجل ده من الشخصيات القوية جداً فنياً وسلوكياً وطربوياً فعنده المزاد دي الحقيقة الحاجة اللي كانت مفاجأة بالنسبالي إنه تيم المغرب يأدي بشتصورة دي ما يجيش فيه غير جول واحد مش من منافس ويوصل لمرحلة إنه بيكسب كل الماتشات دي طبعاً مفاجأة حقيقة دي مفاجأة فعلاً كابتن طايمة احنا خلصت كابتن عيدل خلصت منهورتنا بس لسه مكاملين مع ضفنا الكابتن عيدل طايمة علشان نخرج بركاس العالم ونتكلم عن كواليس وحكايات مشواره مع النادي الأهلي تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا وارجع نلكم مرة تانية ولسه معانا ومنورنا نجم النادي الأهلي الصادق الكابتن عيدل طايمة بس فيه فقرة اثنين على واحد هنخرج بقى من أجواء كاس العالم اللي مش قادين نخرج منها ونتكلم معاك يا كابتن عن مشوارك في عالم الكورة في كورة القدم وعلاقتك بالنادي الأهلي خلينا قبل بس ما نتكلم عن علاقتك يا بالنادي الأهلي عايزين نتكلم عن البدايات أصلاً ليه حضرتك لعبة كورة؟ من البداية يعني بداية اختيار الكورة كرياض وفي أحلى في الدنيا من الكورة لا بكل صراحة لا كاس العالم 2.5 أو 3 مليار بيتفرجوا عليها العالم كل الكورة الأرضية اجتمعت على الحاجة دي فطبعاً من الصغر بتبع الكورة القدم دي المعشوخة بتاعت كل طفل وبعدين الحظ الجميل والحظ اللي ربنا الواحد بيشكر ربنا عليه ليه النهار إن والدي وأسرتنا والأسر اللي هي دخلة في أسرتنا كلهم أهلوية حصل أنا عند سبع سنين أو تمان سنين ظهرت على الناد الأهلي قبلت كتب صفح سين كان عاماً مفيش الاقتبارات بالأعداد الاقتبارات التي تبع عادية ومن أول مقابلة مدينة الاستمرات والتدينة في الناد الأهلي في سن صغير جد ضمن الحاجات اللي أنا منساهاش كان الأهلي بيلاعب بطل أوروبا بانفيكا فلستاد وكان فيه تقريباً 120 ألف فلستاد وفيه 120 ألف برا وأياما طبعاً كانت مدينة ناصر مفيش العمارات والكلام ده يعني كان كلها صحرا فكنا احنا بقى صغيرين لعبنا قبل الماتش ده وبعد اللعيبة وهي نازلة بنحط لهم الورد والحاجة الحاجة دي لا يمكن تطلع من زكارتي واحنا لسه صغيرين تربينا بقى في الناد الأهلي على المصر والأخلاقيات والأدب والاحترام وبعدين لما كبرنا شوية بقيا عندنا عندنا 13 سنة 14 سنة 15 سنة باللاعب دايماً الفريل أول كان الفريل أول بيلعب سبت واتنين واربع تمرينات ويلعب ماتشي الجمعة فكان دايماً يحبوا يعملوا التراي ماتش قبل ماتش الجمعة فلعبونا يوم الأربعة بقول ليه القصة دي لأتموص تلاقي مثلاً كباتن الكبار لما يجي يندهلك يقولك يا كابتن فلان هو كابتن كبير أول وإحنا لسه أجبال فيجي يقولك يا كابتن عادل يا برضو دي في الودان ما يبجي تتنسي تعلمك بلو أنت طفل يعني احترام أنه أحترم الكبير والصغير هي دي الأخلاق بتاعتنادي الأهلي اللي احنا دايماً بتتكلم عنه ولذلك كنا دايماً نحترم العامل نحترمه زي رئيس النهاية دي زي اللي شغال في الجنينة اللي شغال في كل حتة تحسي زي ما بيقول الكابتن الخطيب وكل الناس أنه احنا عائلة واحدة ما فيش حد فيه لكل واحد بيقدم في مجاله وكل مجاله فيه احترامه اللي في الحمامات ليه احترامها؟ لأنها وظيفة مهمة جدا بعد كده لعبت طبعاً في الأشبال ووصلنا الفريل الأول 66 قامت الحرب فكنت بالعب من سنة 66 لحد 72 في الفريل الأول فكان أيامها فيه المجهود الحربي أول نادي في مصر وفي العالم العربي في كل حتة عمل ماتشات للمجهود الحربي فكننا النادي تقسم لمجموعات لفرق بنلعب الماتشات الدخل بتاع المباراة يروح للمجهود الحربي الحاجة التانية يعمل ماتشات في البلاد العربية رحنا كل البلاد العربية كان الماتش بنلعبه 30 ألف دولار 30 ألف دولار دول ما بيخشوش في النادي 30 ألف دولار على خزينة الدولة عشان المجهود الحر سافرنا معظم البلاد العربية علشان الحاجة دي بس مخدش غير يا دوبك المصروف الجيب بتاع كل لعب ابتدى كبت يعني كنتوا لا تختلفوا عن زباط الجيش اللي وقفين يدفوا عن البلد انتوا بتشاركوا باللي بتعملوه اللي هو كورة القدم مديا في المجهود الحربي اللي حضرت يتكلمها تعرفين انت حتنا بنعمل ايه؟ ودي برضو أول مرة حد يسمعها النادي الأهلي بيروح يلاعب الجيش التاني في سينة على الحدود والله ما حدش يعرف الكلام ده ما حدش قاله قبل كده كنا بنلعب الماتشات هناك علشان نرفح على الجيش وكنا بنشوف كنات السويس والجماعة اليهود قاعدين بيستحموا وحطين الشماسي وبتاع واحنا الجندي بتاعنا واقف في المية بالبندوية بتاعته وبيسخروا منه انه هو فدي يعني النادي الأهلي كانوا بيروح فين وبعدين كنا بنزور بقى ننزل نشوف الدفاع الجوي والسخوي والحاجات ديت اللي ازاي الجندي قاعد تحت الأرض علشان فطبعا وصلنا بعد كده النادي الأهلي بيلعب أهلي بنغازي فعجبهم عادل وعصام عبد المنعم فاخدونا احتراف في أهلي بنغازي سنة ونص قبل ما نكمل الرحلة دي هيسأل حضرتك على حاجة مهمة أو في المرحلة دي كابتن صالح سليم حضرتك عصرت كابتن صالح سليم من بداية مشوارك في النادي الأهلي كلمني عن كابتن صالح سليم عن موقف معين مش هتنساه شوفي كابتن صالح هو حصل ان انا من حظل طيب ان الفرق اللي هي كانت متأسمة كنت انا في الفريق بتاعه كان كابتن عادل هيك الجول كنت انا مع كابتن صالح بنلعب مع بعض في نفس الفريق في كل دقيقة الكرة بتيجي الكابتن صالح علاق الكرة قدامي تقول لي يا عادل اذا ما جبتهاش هتبقى ايه لازم تجيبه فبيحطها لك بحب و بجمال و بروعة و انكار ذات لا حدود ليه حصل برضه من ضمن حظ الجيد و برضه دي ممكن العمر ده كله انا محدش يعرف ان احنا انا كنت جارك كابتن صالح في مية وطمنتاشر شهرة ستة عشر يولو كان هو في شقة تسعة واحنا في شقة عشر فبالصدفة طبعا بنعزل كنا في شبرة و والدي جاب بالشقة دي فبالبساطف و احنا بننقل العفش صالح سليم و جمال طعيمة طبعا الكلام ده انا مقلتوش عمري فانما يعني منقوله بقى مع حضراتكم يعني فطبعا العرفة الاسرة المصرية بنت البلد عارف الحاجات بتاعت زمان طبعا مش عارف الكحكة بيروح طبعا العشورة طبعا النازل طالع في العمارة ده ايوه كلام ده طالع مليان نازل طالع مليان وبعدين كان كابتن صالح عنده عربية فولكس صغيرة كده مش البيتلز البيتلز التانية كان عكت واحدة تانية بولكس بولكس بس ايه كرسي واحد مفيش كنا بورك كان عنده العربية ديت فكنت دايما لما انزل مثلا راح التمرين فياخدني معاه ويعملني كأني زميلي يقول لي مثلا واملانا فيه كذا وعندي مشكلة كذا وياخد رأي وبعدين طبعا كان فيه خالد الله ارحمه كهشام وخالد كانوا دايماً متواجدين مع اخواتي في نفس السن يعني فكام من التواضع وكام من الأدب وكام من الحصن الجيرة كل ما يتتخيري وكام من الحياء عنده حياء اللي كانوا محتفين فاكرين ان كابتن صالح جبروت حضرات مستنش محظوظ ان انت روحت الاهلي من طفولتك انت كمان محظوظ ان انت عصرت الجيل الدهبي للنادي الاهلي عصرت كابتن صالح سريم مش بس في النادي لا ده كمان الجيرة يعني حاجة من اعظم الحاجات احنا بس هنطلع فاصل سريع وهنكمل كلامنا نطلع فاصل وراجعين لحضراتكم تاني بشكر حضرتك شكراً جزيلاً كابتن عادل تايما حضرتك نورتنا وشرفتنا في الحريفة واكيد مش اخر مرة ان شاء الله بسم الله